في سلايد مهم جدا لابد ان احنا نفهم من السلايد ده علشان نتعرف على انواع الالوان جوه برنامج الفوتشوب طبعا مش بس برنامج الفوتشوب برنامج الستوريتور برنامج الانزين او بيت برنامج الجرافيكس بشكل عام فيها نفس التكنيكس اللي اشتغل عليها ان شاء الله النهاردة هنتعرف على بعض المصطلحات الهامة و هنتعرف على بعض الحاجات المهمة اللي مفهود نتعرف عليها في رحلة شغلنا على برنامج الفوتشوب اولا هبدأ ببعض المصطلحات المهمة جدا جدا في عالم الجرافيكس لازم المصطلحات دي كل ما اقولها تبقوا عارفينها بشكل اوتوباتك عشان بعكاها تقال قدامكم في ايه كورس تاني تبقوا عارفينها من المصطلحات دي عندك اول مصطلح كلمة هيو الهيو دي معناها جماعة درجة لوانية لو بتبصك لو تبص كده هتلاحظوا هنا فيه زي سلايدر سلايدر ده فيه الوان كتيرة جدا احمر و احمر و اصفر و ازرق وبنفسجي و حاجات زي كده فسلايدر ده من سامين هيو معناها درجة لوانية يعني درجة اللون ده ايه هو درجة حمره حمره صفره خضره زرقه كل الكلام ده فيه كمان مصطلح تلمهم جدا اسم الساتوريشن لو بتبص كده معنا يعني لاتجاه الماوس ان هنا مثلا يعني ان هنا ببدأ من الشمال هتلاحظ اللون هنا متشبع احمر متشبع كويس نبدأ نمشي خطوة بخطوة لناحية ديمين هتلاحظ اللي بيحصل اللون بيبدأ احصله بهتان تمام فيبع درجة تشبع اللون او بهتانه بنسميها الساتوريشن يعني ساتوريشن معناها كلمة معناها تشبع اللون كمان فيه مصطلح مهم جدا اسمه lightness هتلاحي في مكان تاني اسمه brightness هتلاحي في مكان تاني اسمه humans التلاتة كلهم هتلاقيهم في البرامج للجرافيكس والفوتشوب والتادة بنفس المصطلح معناها درجة اضاءة اللون تمام يعني هتلاحظ هنا لون ابيض وبيتجاه لنكون لون اسود مش ربط ابيض واسود ممكن يكون احمر غامق واحمر فاتح ازرق غامق وازرق فاتح وهكذا الحاجة التانية في حاجة اسمه color styles عبستيلات الالوان استلاتة الالوان جوه برامج الجرافيكس بتكون متشابهة في عندي لون ببالون solid يعني لون كله درجة لونية واحدة يعني لون درجة لون برطقاني فكل اللون درجة لونية واحدة مفيش اي فيه اي تغيير الحاجة التانية حاجة اسمه gradient gradient مصطلح بهم جدا معناه التدرج اللوني بعد ان انا عندي هنا اكتر من لون تمام وبيحسب بهم تدرج لوني هتلاحظ هنا فيه تدرج لوني من الاسود الى الابيض اللي بعد كده حكي اسمه pattern البتن دي هي عبارة عن عنصر واحد بيتكرر معك طوليا وعرضيا يبقى هو عبارة عن عنصر واحد او عنصرين بيتكرر معك بالطول وبالعرض تمام ده اسمه pattern وده طبعا مشوفه في الزغارة في الاسلامية وفيه السجاد وفيه الوان الستايل وفيه يعني الحاجات مشوفه حوالينا بنلافيها اوي موضوع pattern ده وخصوصا في الحاجات الاثارية القديمة دلوقتي بقى معدنا مع الانظمة اللونية ودي بقى اهم حتة في الستشن ده انا عندي نظمة اللونية جوا ببرامج graphics والفوتشوب تمام نظامين فيه نظام اسمه RGB ونظام اسمه CMYK طب ليه فرق بينهم الارش بيها جماعة معناه red green blue بيقولك ان التصميمات في النظام ده بيتكون من ثلاثة الوان اساسيين الوان الاحمر red والgreen اللي هو الاخدر والblue الازرع وحاصل المسجد ده تالون دول مع بعض تمام بيديك الوان الابيض اللي هو في النص ده وكل لون مع التاني بيديك لون كمان تاني يعني الred ده مثلا مع الblue بيديك لون بنفسجي الجرين مع الred بيديك لون اصفر وهكذا فمن ثلاثة الوان دولة قدرت ان انا اعمل العاجة اللونية الكاملة ان شاء الله هنشوفها كمان شوية واحنا نمشتغل او اه واحنا نمشتغل على برنامج الفوتشوب اللي بنسميها كارب بيكر طيب اللي هي من اقوى في موضوع الRGB ده ان احنا بنستخدم نمط الالوان RGB ده لما بنكون نعمل لما بنكون بنعمل تصميمات بتتعرض على الشاشات سواء كانت شاشات لابتوب تلفزيون موبايل تابلت وبتبع فيها قيمة لونها بتتروح من صفر الى 255 النظام التاني هو نظام CMYK وده نظام الموجود في الطباعة يا جماعة اي حاجة بتطبع بتشوفها قدامكم هي اساسة متكونة من اربع الوان السي سيان الام ماجنتا والواي يلو والكي بلاك نديك اتمسج الالوان دي مع بعض بالنسبة مختلفة بتديك كل الالوان اللي انت بتشوفها في الطباعة ودي بنستخدم نظام CMYK لما بنكون عايزين نضع حاجة زي كارت شخصي فلاير بروشور مجلات جرائد ملساقات وغيرها ودي قيامها بتروح من صفر الى 100 في المية وبكده يكون نهاية السلايد معانا النهاردة اشتركوا في القناة